الحق في الحياة هو حق مخدس والاعتداء على هذا الحق هو جريمة في حق الإنسانية كل عام في بلادنا كيموت تكسر من 3000 شخص بسبب حوادي تسير وأغلب ضحايا من الراجلين وصحاب دراجات النارية عليش كان قتل بعضياتنا في طواقات كانت تفاجئة ما كانش حادي تسير ضربة جاتوا ديركس للدماخ هو اللي كان صيق؟ لا كان قانس حدا السيد اللي كان صيق ولوقات اللي داره كسيدة كان ناس كل الحلم الكبير أنه يبقى في بلاده ويبن في بلاده ويلعب في بلاده ويعطى لبلاده بسبب السرعة حرمنا شحمة الأم من وليدتها كان بيلال في عمره 9 سنين نهار اللي تيشد البنتان ديالو غاد يخوه يجيبوه دراري قطعوه وهو ضربته لقريب ضربه بطاكسي اه حديثها مؤلمة وبدلت لنا حياتنا كاملة بسبب عدم احترام قانون السير سببنا الناس في عاهات مستديمة كانوا عندي أحلام كنت بغى نقرأ بغى نوصل بغى نحقق حلم والدية لما حقوش خوتي حتى كان القراصي في كورسي متحرك توقفات حياتي علش حولة شوار عدينا لساحة حرب واش ممقاش عدنا دمير انا اللي عقلت والوقت اللي كنا كان تقلبوا فيه كان الوقت اللي كنا كان تقلبوا فيه تنشوف حالي تنشوف تنقول صافي عديرا عدي النهاية تخيلت هذه قطعة غادي وتضرب لي راسي النوبة اللولة مع الارض وتضرب لي النوبة الثانية مع الارض ونوبة الثالثة تجرب وانا نايتا نقول بعدها دير الكاسك دير الكاسك الحمد لله دير الكاسك حيات الناس ماشي لعبة نحافظ عليها حياتنا أمانة بين الدينة نتعالله فيها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة